السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة EZ Ingleasy السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب الطلبات الصف الثاني العداد أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر طالبنا من قناة EZ Ingleasy إحنا النهاردة إن شاء الله مع يونت 11 part 2 الجزء الثاني وده الجزء الخاص بLessons 1 and 2 الدرس الأول والدرس الثاني إن شاء الله ناخد جزئة الReading وناخد الكلمات اللي فيهم ما ننساش عنوان الوحدة بتاعتنا How to do well كيف تؤدي أداءا حسنا تعالوا إن شاء الله نبدأ زي ما احنا متعودين مع دعاء المذاكرة اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل ألسنتنا عملة بذكرك وكلوبنا بخشتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحزبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله الجزء الأولين اللي عندنا جزئة الReading على Lesson 1 تعالوا نشوف إيه جزئة الReading اللي عندنا How to achieve the best exam results كيف تنجز أفضل نتائج في الإختبار أو كيف تحصل على أفضل نتائج للإختبار تعالوا نشوف Here is some useful advice ها هي بعض النصائح المهمة المفيدة تعالوا نشوف جزئة advice وجزئة is أكيد هتسأل نفسك إزاي هو بيقول بعض من النصائح المفيدة وهو كتب لي is طيب أولا كلمة advice لا تجمع هي كلمة عامل معاملة المفرد ولكن نقصد بيها نصيحة أو نصائح وبما إنه بيقول some يبقى بعض النصائح طيب لو أنا حابب فعلا نقول نصائح أقولها إزاي قال لي ممكن تحط قبلها كلمة pieces ممكن أقول pieces of advice وبكده بقى حلية المشكلة بتاعت أنا عايز أقول نصيحة ولا نصائح أو إن أنا حط قبلها some وأقول some advice يبقى هنا معناها بعض النصائح لأنه ما ينفعش أقول بعض النصيحة دول الطريقتين اللي أنا ممكن أحل بيهم مشكلة أنا عايز أقول نصيحة واحدة ولا عدة نصائح لإن إحنا اتفقنا أني advice مش هقدر أحط لها s هو اسم لا يعد ويعامل معاملة الاسم المفرد فقدها عندك قاعدة كل ما لا يعد يعامل معاملة الاسم المفرد يعني إيه يعامل معاملة الاسم المفرد؟ فجملة زي اللي قدامنا دي تلاقيه خد is ما ياخدش are تمام كده؟ يبقى here is some useful advice ها هي بعض النصائح المفيدة to help you revise for your exams in any subject ها هي بعض النصائح المفيدة التي تساعدك على مراجعة أو على المراجعة لأجل الامتحانات أو المراجعة للامتحانات in any subject في أي مادة أي مادة دراسية طيب you should always eat healthy food أنت دائما يجب عليك أو ينبغي عليك أن تأكل طعام صحي because it is good for your brain لأن ده جيد لعقلك جيد لمخك what should you eat if you are hungry ماذا ينبغي عليك أن تأكل لو أنت جوعان لو أنت تشعر بالجوة you shouldn't eat too many sweets لا يجب أن تأكل أو لا ينبغي عليك أن تأكل الكثير من الحلويات choose nuts اختار دائما أنك تأكل مكسرات or fruit and estate أو فاكهة بدلا من ذلك بدلا من الحلويات يعني they can improve your memory دول يقدروا يطوروا من ذاكرتك يقدروا يحسنوا من ذاكرتك you should also drink a lot of water ينبغي عليك أيضا أن تشرب الكثير من الماء تعالوا نكمل مع بعض جزئية الريد you should take a 10 minute break and do some exercise ينبغي عليك أن تأخذ فترة راحة لمدة 10 دقايق and do some exercise وتؤدي بعض التدريبات هقف برضو هنا وقفة يعني إيه a 10 minute break يعني إنت إزاي كاتب لي 10 minute مش المفروض تبقى 10 minutes طيب خد عندك القاعدة البسيطة دي إحنا اتفقنا أن إحنا مش بندرس منها كتانية عداء دي فقط لذلك أنا بتوقف على كل ملاحظة وأبدأ أفاهمها لك 10 minute break المفروض أن أنا break دي اللي هي فترة الراحة دي اسم وما قبله صفة للإسم يعني تعتبر 10 دقائق دي صفة للbreak يعني أنا ممكن أديك 5 داية ممكن أديك 10 داية واحدة ديك نص ساعة فبما أني أني العدد الدقائق دي وصف الbreak يبقى إذن أصبحت دي صفة اللي أنا واقف عليها دي 10 minute دي أصبحت صفة وأنا عندي في اللغة الإنجليزية الصفة لا تجمع أنا مش فاهم طيب أستاذي الفاضل تعالى كده هسألك سؤال وإنت جاوب معي لو أنا قلتلك قول لي 10 بلونات حمر قول لي هالي كده اللونهم أحمر يعني قول لي كده بالإنجليز هتقول لي 10 red balloons صح كده 10 بلونات حمر يبقى 10 red balloons دي 10 red أصبحت صفة للبلونات أولا العدد صفة ثانيا اللون صفة للشيء هل يا ترى حضرتك قلت لي 10 reds قلت لي 10 reds هتقول لي لأ أنا ما أقدر شجم ما أقولش reds حلو جدا يبقى إذن الصفة لا تجمع هذه حاجة تسهل لك الموضوع كلنا عارفين الفنادق اللي بتبقى خمس نجوم المفروض أن أنا أقول a five stars hotel ولا a five star hotel هتلاقي الناس كلها بتقول five stars غلط المفروض الصح a five star hotel a five star hotel لأن صفة الخمس نجوم دي صفة تصف بها الفندق فما أقول a five star hotel وده طبعا خلافنا مع الناس اللي شغلها في الفنادق لأن الناس اللي شغلها في الفنادق بيقولوها بالفترة إحنا بقى بتوع الجرامر نقول لهم لأ تعالى مفروض تقول five star hotel seven star hotel فندق سبع نجوم لأن النجوم عدد النجوم والنجوم دي صفة للفندق واحنا عندنا الصفة في اللغة الإنجليزية لا تجمع أتمنى كده أن الموضوع يكون وضح بالنسبة لنا يبقى بالتالي برضو a ten minute break واحد تالي هيقولي a fifteen minute break وهكذا طيب إمتى بقى أجمع المينتس لو أنا قلت you can take a break تقدروا تاخدوا فترة راحة for fifteen minutes لمدة خمستاشر دقيقة آه هنا بقى أنا جبت أصلا بعد كلمة for لمدة حط يا باشا براحتك دي هنا مش بصف بيها الbreak أنا بقولت تقدروا تاخدوا break you can take a break تقدروا تاخدوا فترة راحة for fifteen minutes for ten minutes لمدة عشر دقائق هنا أنا مش بوصف مش بوصف أو ما هياش صفة قبل الاسم فبالتالي حط الاس براحتك يبقى شفنا كده المنظر ده وشفنا المنظر ده شفنا الطريقة دي وشفنا أمثلة تانية زي القتلات الفنادق يعني وشفنا كمان مثال على العشر بلونات اللي لونهم أحمر ودينهم قدامنا a ten minute break عشان بس يكون الموضوع واضح بالنسبة لي يلا you should take a ten minute break لنرجع بقى لموضوعنا ينبغي عليك أن تأخذ فترة راحة لمدة عشر دقائق and do some exercise أو some exercise to أدي بعض التدريبات such as walking every hour أنك تتمشى المدة بلاش لمدة دي تتمشى كل ساعة يعني بدلاً ما أنت قاعد على المذاكرة لأ قوم كل ساعة خد break تتمشى because this improves your memory لأن ده برضو بيطور من ذاكرتك ينمي ذاكرتك وده شيء مهم جداً لنا you shouldn't stay up too late at night لا ينبغي عليك أن تصهر لفترة متأخرة في الليل if you don't get enough sleep لو أنت ما حصلتش على نوم كافي you won't be able to remember all the facts that you've memorized you won't be able to مش هتكون قادر على لو أنت ما حصلتش على قسط كافي من النوم you won't be able لأن تكون قادر على remember أنك تتذكر all the facts كل الحقائق that you've memorized اللي أنت حفزتها اللي أنت استذكرتها خلي بالك ناس كتير قوي ما تعرفش يعني إيه يحفظ كلمات خلي بالك في ناس كتير قوي بتوعف المشكلة دي يكتب لك keep أو save يا جماعة keep أو save دي keep أولاً يحفظ في التلاجة أو يحفظ عشان ما يبص و save على الأجهزة الإلكترونية بدليل أن حضرتك على المغايل بتدوش save يعني أنا لما أحب أقول لك أحفظ الكلمات أقول لك memorize these words احفظ الكلمات دي مفوض أكتب لك على الكتاب memorize memorize يعني أحفظ لكن ما أقولش save ما أقولش keep عشان في ناس كتير قوي بتقعف المشكلة دي أتمنى برضو أنها تكون واضحة لما أنا أحب أقول لك أحفظ الكلمات دي ما أقول لكش keep it ما أقول لكش save it أو save them أو keep them لا طبعا أقول لك memorize them memorize them احفظهم استذكرهم لأنه طبعا قلنا save مع الأجهزة الإلكترونية وحضرتك منتج جهاز إلكتروني وفي نفس الوقت keep حضرتك مش هتحطهم في التلاجة عشان ما يبوزوش تمام تعالوا نكمل مع بعض باقي النصايح think of ways فكر في طرق to make your revision interesting تجعل مراجعتك شيقة if you're learning vocabulary لو أنت بتتعلم كلمات write the words on paper اكتب الكلمات على وراء and stick it on the walls ولسقهم على الحائط make listless art and the diagrams اعمل قوائم ورسوم توضيحية with important information بالمعلومات الهمة and invent rhymes وحضرتك اخترع لنفسك قفية اعملها كده زي أغنية to help you to help you remember them لتساعدك على حفظها دايما كنا بنقول نقول للطلبة اكتب الكلمة في قيمة او اكتب الكلمات في قيمة ولزقها قدامك على المكتب حطها تحت الإزاز اللي على مكتبك علاقها على باب الحمام المهم ان انت علاقها على باب الشقة المهم ان انت تشوفها على طول قدامك على باب غرفتك من جوة ومن برا ده هيساعدك دايما انك تفتكر الكلمات وشيلها وغيرها كل أسبوع وهكذا هتلاقي نفسك بتتذكر الكلمات بدون ما تبزل فيها أي مجهود لانك كلما عينك بتقع على القيمة عينك بترجع الكلمات بشكل سريع finally اخيرا try not to get too nervous حاول ما تتعصبش كتير before an exam قبل أي امتحان you'll think more clearly if you relax هتفكر بشكل أوضح وهيكون خيالك أصفة مش مكتوبة دي ولكن ده الشرح يعني if you relax لو انت جسمك مسترخي وعقلي مستريح ومسترخي أنا مش متعصب على أي حاجة تعالوا نشوف النوتس اللي عندنا على جزئية القراءة language notes on reading ملاحظات هامة أو ملاحظات لغوية على جزئية reading أولا make يا جماعة make كفعل يستخدم مع make lists ويبقى معنا يعد قوائم make diagrams يعد رسوم توضيحية يعمل يعني رسوم توضيحية make timetable يعد جدول زمني أو كدول make questions يكون أسئلة طيب and state and state of عشان جد برضو بدلا من دي أول وحدة بدلا من ذلك ودي تأتي في نهاية الجملة ده الفرق عشان بس نقول فرق ما بينهم يبقى دي تيجي في نهاية الجملة I don't like basketball أنا ما بحبش كرة السلة I play football and state سألعب كرة القدم مكانها بدلها يعني تمام لكن instead of يبيجي بعدها يناون يبيجي بعدها فعل متضف له ing الفعل اللي متضف له ing هو الاسم من الفعل تاني بقولها هو الاسم من الفعل يعني لو حضرتك حبيت تقول القراءة أنا ما عنديش كلمة زي تربيزة تقول لي table ما عنديش كلمة زي سجادة تقول لي carpet ما عنديش كلمة زي فارة اللي فارة بتاعت الكمبيوتر تقول لي mouse لا أنا ما عنديش كلمة القراءة فبتضطر تجيب الفعل read وتحط له img بقى reading القراءة هو ده اسمه بالانجليش الgerund الاسم من الفعل فييجي بعدها ناون أو يجي بعدها فعل متضف له ing وقلنا برضو اسمه جيرند اللي هو الاسم من الفعل على سبيل المثال i prefer playing football أنا أفض اللعب كرة القدم instead of بدلا من reading a book بدلا من قراءة كتاب اهي يا جماعة هنا بقت القراءة بدلا من قراءة كتاب فهي اسم a ten minute break راحة لمدة عشر دقائق a five year old child طفل ذو خمس أعوام اللي طبعا احنا اتكلمنا فيها اللي لاحظ صفة للإسم الأخير والصفة اللي هتجمع في اللغة الإنجليزية وتكلمنا فيها من شوية تعالوا بقى نشوف جزئية الكلمات اللي على lessons one and two طيب تعالوا نشوف الفوكابلوري زي ما اتفقنا achieve يحقق أو ينجز memorize يحفظ عن ضعر قلب أو يستذكر as a verb طبعا خلي بالك لو اتكتبت بالزي American ما فيهاش أي مشكلة يعني حرف الزد لو اتكتبت بالزي تبقى American لإني لها طريقة كتابة مختلفة يعني هي هي نفس بدل الاس بحط زي أو ز زي ما قلنا وتبقى بالAmerican accent د أو د شاء الله مدرس كتابها قدامك بحرف الزد ما تقولوش غلط أو أنت نفسك كتابتها بحرف الزد ما هياش غلط منهك طبعا British فبالتالي بيفضل الاستخدام الألفاظ وكتابتها باللغة البريطانية أو باللكنة البريطانية nervous عصب أو متوتر revision مراجعة memory ذاكرة rhyme قافية أو قصيدة مقفاية يعني حضرتك تعملها زي أغنية زي ما اتفقنا كده عشان تسهل على نفسك حفظ الشيء stick يلسق وممكن تيجي بمعنى عصى achievement إنجاز accept ما عدا أو بئث تثناء remember يتذكر as a verb كفعل طبعا تعالوا نشوف الجزئية اللي بعدها الكلمات اللي على lesson 1 invent يخترع أو يبتكر in state بدلا من ذلك main أساسي والذاود بدون invention اختراع exam results نتائج الامتحان useful مفيد brain مخ وهو عضو من أعضاء جسم الإنسان حضرتك لو عايز تقول العقل يفضل إنك تقول mind مش brain وطبعا mind هو الجزء الخاص بالذاكرة والجزء الخاص بالتفكير لكن brain هو المخ كعضو من أعضاء جسم الإنسان nuts مكسرات walking السير اللي هالمشي يعني check يراجع أو يتحقق من improve يحسن أو يتحسن revise يراجع break فسحة أو راحة facts حقائق ways طرق أو أسليب lists قوائم diagrams رسوم توضيحية أو تخطيطية clearly بوضوح relax يعني يسترخي أو يستجم نكمل مع بعض باقي الكلمات كلمات اللي جات في lesson 2 English class حصة لغة إنجليزية successful ناجح remind يذكر أو ينبه traditional تقليدي waste يضيع أو يسرف timetable جدوى الموعيد أو جدوى الحصص recycling إعادة تصنيع أو إعادة تدوير recipe وصفة أو طريقة عمل أكلة stretch يتمدد أو يمتد ينبسط finally في النهاية أو أخيرا interesting شيء وبنستخدمها طبعا في وصف الأشياء تعالوا مع بعض نكمل الجزئي اللي جاي conjugation of irregular verbs تصرفات الأخعال قير المنتظمة feel felt felt drink drank drunk stick stuck stuck speak spoke spoken words and opposites الكلمات واقسها possible impossible healthy unhealthy able unable nervous relaxed أو calm ممكن ما ننطقش القلة وممكن ننطقها على فكرة polite مؤدب impolite أو rude يعني غير مؤدب أو واقح safe آمن dangerous خطير تعالوا مع بعض نكمل الجزئي اللي جاي important expressions under prepositions حروف وتعبيرات مهمة طبعا حروف جر حديدا يعني belong to ينتمي إلى أو يخص such as مثل أو شبيه at all مطلقا stay up late يعني يمكث لوقت متأخر يسهر يعني get nervous يتعصد do exercise يقوم بتمرنات رياضية do sports يقوم بألعاب رياضية on the wall على الجدران على الحيطة يعني good for مفيد لي revise for exams يراجع من أجل الامتحانات get enough sleep يأخذ قسطا كافي من الراحة أو من النوم go to bed يذهب للنوم invent rhymes يؤلف أو يبتكر قصائد أو قلنا زي أغنية كده make you feel ill يجعلك تشعر بالمرض confusing words الكلمات الكلمات اللي بتخلينا نشعر بالارتباك طبعا قريبة قولنا في النوت قريبة في الاسبالين فده دايما بيخليني مش قادر أحكم عليها بشكل كويس وممكن فعلا عناية أتزاغلي لو أنا بحيل advise نصيحة وده بالsee advise ده ينصح وده الفعل بالS ويتنطق Z advise وهنا advise accept ما عادة أو باستثناء expect يتوقع ونخلي بالنا من الفرق فرق بسيط جدا في الاسبالين هنا في CEPT هنا بعد الX PEC وبرضو ده بلغبة جدا ده accept وده expect تاني بقولها accept expect invent وinvite invent يختارع وinvite يدعو طيب تعالوا كنا نشوف ممكن تيجي ازاي read and correct the underlined words all my friends came to my birthday party expect كل أصدقائي أتوا إلى حفلة عيد ميلادي ومفوض أقول ما عدا سلما طب expect دي اللي انت كتبها يتوقع مفوض تقول لي accept ما عدا سلما عشان تبع الإجابة صحيحة number two my parents always advise me to study hard ديما بينصحوني يبقى مفوض بعد always the present simple يبقى أنا مفوض أحط الفعل المفروض مش الاسم مش كلمة نصيحة أنا مفوض أحط ينصح يبقى حضرتك هتحط لي اللي بحرف الاسم مش اللي بحرف السي advise مفوض تبقى advise alexander grambel invited the telephone آه invited يعني داع التليفون احنا نقول لما فوت تبقى اخترع التليفون تبقى invented مش invited عشان تبقى جابت اجابة صحيحة تعالوا مع بعض نشوف اسئلة الاختيارات اللي عندنا على الفوكابلوري هتكون عاملة ازاي choose the correct answer from a b c or d it's amazing to space all your friends phone numbers من الرائع ان انت ايه كل ارقام تليفونات اصدقائك من الرائع ان انت تفتكر انك تتذكر انك تكون حفظهم يا ترى invite ولا invent ولا memorize ولا remind المفروض طبعا ان انا اتذكر ان انا احفظهم هي كلمة memorize مزبوط جدا لكن remind دي يا جماعي يعني يذكر remind someone else انك تفكر شخص ما ان اقولك مثلا remind me with your phone number فكرني برقم تليفونك فانت تقوله فانفتكر دي معنى كلمة remind لكن طبعا memorize دي من نفسي ماشي نشوف اللي بعد number two بعض الناس او بعض الطلبة بيشعروا بايه قبل الاختبارات هم ما بيحبوهاش ما بيحبوش الاختبارات وما بيحبوش الاحساس ده feel safe ولا feel patient ولا feel nervous ولا feel happy safe آمن وpatient صبور وnervous يعني متعصب وhappy يعني سعيد وعلى فكرة كلمة patient تبتين ما انا مريد انا عارف بس ده ناون مش صفة جميل يبقى انا محتاج دلوقتي صفة بعض الطلاب يشعرون بالعصبية nervous مزبوط يشعروا انهم عصبيين قبل الاختبارات number three hardworking students الطلاب اللي بيشتغلوا بشكل جاد وبيذكروا بجدية give themselves much time for space بيدوا نفسهم وقت كبير لإيه الاختراع ولا revision المراجعة ولا recycling إعادة تدوير ولا invitation الدعوة طبعا بيدوا نفسهم وقت كافي وقت كبير للمراجعة revision هي الإجابة الأوقع هنا وهي الإجابة الصحيح number four احمد space the map on the wall أحمد عمل إيه في الخريطة على الجدار أكيد لزأها did ولا stuck ولا took ولا give أنا عايز stuck هي الإجابة الصحيحة لزأها على الجدار مزبوط جدا number five I am proud of my sister's space أنا فخور بإيه الخاص بأختي invitations الدعوات ولا achievements الإنجازات ولا problems المشاكل ولا breaks فترات الراحة أكيد إنجازات أختي يبقى achievements هي الإجابة الصحيح number six eating much fruit or nuts improves your space أكل كثيرا من الفاكهة والمكسرات يطور من زاكرتك إحنا أخذناها كده أو يحسن من زاكرتك طب كلمة زاكرتك writing ولا reading ولا memory ولا laughing أكيد واضحة memory هي الإجابة الصحيح تعالوا مع بعض نكمل باقي أسئلة الاختيارات number seven I try to find ways to help me space new vocabulary أنا بحاول أجد بعض الطرق لتساعدني على إيه الكلمات الجديدة لكي أتذكر أتذكر بنفسي بردو يبقى relax ولا remember ولا take ولا think لا remember دي اللي بنفسي مظبوط هي دي الإجابة الصحيحة أن أنا أتذكر كلمات جديدة تمام وطبعا لو في كلمة memorize مش هينفع أحط remember و memorize في نفس الموضوع مش هينفع فهيحط دي أو هيحط دي برضو بنحذر في الجزئية دي طيب number eight one two three it's a bee is a children's space دي أنا أقول one two three it's a bee دي عبارة عن إيه إحنا قلنا عبارة عن جزئية من الشعر أغنية بسيطة نقولها a recipe وصف الأكل ولا memory زاكرة ولا rhyme ولا toy تمام toy طبعا لعبة لكن rhyme هي الإجابة السليمة قلنا قصيدة قصيرة أو أو أغنية تمام طيب طبعا أنا عارف أن كلمة أغنية يعني song لكن برضو rhyme احنا بنعتبرها كده طيب student book جاية من كتاب الطالب you shouldn't space up too late at night لا يجب أن لا تبقى تسهر يعني متأخرا جدا في الليل طيب أنا عايز وأخذنا المصطلح ده spend ولا say ولا stay ولا give أو أخلي بالك يضحك عليك أنا عايز stay هي الإجابة الصحيحة stay up too late يعني يبقى لفترات طويلة في الليل يسهر يعني لوقت متأخر في الليل جاد في الworkbook Alice's grandfather جد علي had a successful job كان لليه وظيفة ناجحة and space many things in his life وأكيد أنجز أشياء كتيرة جدا في حياته يترى achieved ولا belonged ولا stood ولا told achieved أنجز الجملة أصلا يعني يدل على نفسها يقول لي أن جد علي كان لديها وظيفة ناجحة ونقط العديد من الأشياء في حياته ويبقى أنجز العديد من الأشياء في حياته طبعا كلمة belong يعني ينتمي و stood الماضي من stand يقف تبقى وقف told الماضي من تل يغبر طبعا الموضوع واضح وصريح تعالوا مع بعض نكمل باقي أسئلة الاختيارات number three جاءت برضو في الworkbook mona would like the space for the cake that your mother made mona ستحب for the cake اللي كانت تخص الكيكة that your mother made اللي والدتك عملتها طيب خصوص الكيك والأكل وكذا تعالوا نشوف diary مفكرة بوك كتاب ولسة قائمة recipe يعني وصفة من وصفات الأكل خلاص يبقى like the recipe تمام عملها بطريقة حلوة عملها بطعم حلو number four space makes you think more clearly يا ترى إيه اللي بيخليك تفتكر أو تفكر بشكل يعني أوضح بشكل أصفة ودي جات في المنوفية أشمون 2018 يا ترى worrying القلق ولا getting الحصول معرفش الحصول على إيه مش آيل ولا relaxing الاسترخاء ولا taking الأغذ معرفش برضو ما قالش taking إيه طبعا الإجابة كده واضحة relaxing هي الإجابة الصحيحة الاسترخاء يساعدك على التفكير بشكل أوضح تدريبات اللي جاية تدريبات من كتاب المعاصر number five healthy food is good for your space طعام الجيد أو الطعام الصحي هو جيد لإيه your pain للألم بتاعك ولا your timetable لجدولك ولا your brain لمخك ولا your plan لخطتك أكيد واضحة لمخك وهي إجابة صحيح number six this is a space of new building of the new building هذا هو إيه للمبنى الجديد type diagram المخطط ولا memory الزاكرة ولا result النتيجة ولا line الخط أكيد المخطط أو الرسم البهاني أو التوضيحي يبقى this is a diagram of the new building للمبنى الجديد تعالوا مع بعض نشوف أسئلة read and correct the underlined words read and correct the underlined words تدريبات برضو من كتاب الطالب وكتاب التدريبات والامتحانات الصادقة workbook reem's father used to tick his photos in a big book لا tick بيقول لي اني بابا ريم اعتاد ان هو يلصق صوره في كتاب أو في كتيب كبير طبعا ما ينفعش اقول يلصق بتك المفهود ان انا اقول stick بدلا من tick طيب number two جاءت في السريف بوك you should take a 10 minutes break انت قلتلي ان دي صفها الكلمة break يبقى ازاي تحط S هنخليها minute بكين minutes it's raining very hard بتمطر بغزارة so it's impossible for me to take an umbrella من المستحيل بالنسبة لي ان انا اخد شمسية ودي جاءت في سوهاج جرجة 2018 طب حضرتك بتقول لي دروقتي بتمطر بغزارة ليه مستحيل انك تاخد الشمسية ده انت من الممكن ان انت تاخد الشمسية فبدل impossible خليها possible عشان تبقى اجابة صحيحة تدريبات كتاب المعاصر taking too nervous before exams is very dangerous taking too nervous غلط المفروض انا اقول getting too nervous انك تتنرفز وتتعصق كتير جدا قبل الامتحانات is very dangerous ده شيء خطر جدا inviting rhymes ان انا ادعو هي جاية كده ان انا ادعو الى القفية او ال الاغاني او ال rhymes اللي احنا بقول عليها helps me memorize things بتجعلني او بتساعدني ان انا اتذكر الاشياء فيبقى مش inviting مش دعوتها انت مفروض اختراعها او تأليفها تأليف القفية او تأليف الاغاني في المذاكرة ممكن تساعدك ان انت تفتكر الحاجات فبدل ما هي inviting مفروض تبقى inventing من دعا من دعا التليفون المحمول مش عايز ما من دعا مفروض ما نخترع يبقى بدل invited المفروض تبقى invented عشان تبقى اجابة صحيحة هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا ياريت ما ننساش like و share وما نحرمش الغير like و share وما توقفش الخير لو حضرتك او حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا اشتراكك وانضمامكو للقناة ولأسرة القناة ياريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس اني مع تفعيل زر الجرس بيديك اشعار او بيجيلك اشعار مع نزول كل حلقة جديدة فبتكون متابع معانا اول باول لو حضرتك او حضرتك حابين تبحثوا عن الحلقات السابقة الخاصة بينا على اليوتيوب تقدر تكتب في بحث اليوتيوب الكلمات اللي ما بين الاقواص easy crazy تاني اعدادي هتظهر لك كل حلقات قناة easy crazy والخاصة بمنهج تاني اعدادي على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الانجليزيلة واستردمتوا في البحث على فيسبوك هيظهر لك الصفحة بتاعتي والجروب بتاعي وبتاعنا كلنا الجروب والصفحة والله انا مش هقصد حاجة ولكن حابب بس اوضح لو حضرتك حابب تشترك فيهم يشرفنا اشتراكوا فيهم وانضمامكم لأسرة الجروب علشان طبعا البوستات المهمة اللي بنحطها وكمان الحلقات ولينكاتها اتمنى ان انا كون قدرت اسعدكم النهاردة كان معكم مستر طالبندا من قناة ايزي انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا